ألف وأربعة وثمانون عاماً هجرياً مرت على تأسيس الجامع الأزهر الشريف ذكرى يحتفل بها المسلمون في السابع من رمضان من كل عام ويحمل المسلمون حول العالم شعوراً خاصة لهذا الجامع لسيما وأنه يعد قبلة لكل الرغبين في تعلم علوم الشريعة الإسلامية بنى جوهر السقلي الجامع الأزهر في عهد المعز لدين الله الفاطمي وذلك سنة 361 هجرياً واختلف المؤرخون حول سبب تسمية الأزهر بهذا الإسلام لكن الأرجح أنه سمي بذلك تأيامناً بفاطمة الزهراء بنت النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان للأزهر الشريف تواجد كبير في مختلف الأحداث التي مرت بها البلاد عبر تاريخها حيث وقف رجاله مقاومون لكل احتلال مرت به الدولة كالاحتلال الإنجليزي والاحتلال الفرنسي ومن أشهر علماء الأزهر عبر تاريخه ألق القشندي وابن حجر العسقلاني وابن خلدون وغيرهم ممن حملوا راية الأزهر جيلاً بعد آخر ليظل منارة تهدي الناس إلى وسطية الإسلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر